هو هيروكي ميزوموتو نعم هيروكي هيروكي ميزوموتو ينضم الى التشكيلة وهو مدافع لكن من هو اللاعب الذي خرج في التشكيلة تبديل ياباني وحيد حطل الشوط الثاني ابتدى في اكثر من تبديل في اكثر من تبديل 25 و 3 دخلوا مكان 15 و 2 خرج كونو ودخل اللاعب رقم ثلاثة بالفريق الياباني كوسوكي اوتا مكان كونو ودخل ايضا لاعب 25 بالفريق الياباني اللي هو اللاعب هيروكي ميزوموتو مكان اوشيدا عجرة تبديلين وربما يجري المزيد اذا تم الاتفاق على عدد معين من التبديلات لكن لا يبدو ان قاسمو بدل احدا ونادكت الاحتياط للمنتخب الياباني في هذا المباراة فيها 15 لاعب يقابلها فقط 9 لاعبين بالفريق الاسبكي هل يرد المنتخب الاسبكي المنتخب الياباني تفوق في الصوت الاول وكان تفوق منطقي بالاجمال هذه كرة امامية لذا الهجوم يضم الثلاث الخطير اينوي واوكزاكي وهوندا في الفريق الياباني انزور اسماعيلوك انزور اسماعيلوك مرة اخرى كان الاعلام طبعا فريق بختا كور انزور اسماعيلوك لكنه حاليا يلعب في الصين مع نادي تشانك تشون عنده 66 مباراة دولية انزور اسماعيلوك وعنده هدف دولي وحيد الهدف ان يستجلوا بمرمى الاردن في الملحق الاسي والنهاي في تصفيات منديال البراتي الحاكم يحتزل فول على اللاعب اللي دخل لتوه اللاعب رقم ثلاثة كوسيوكي اوتا كوسيوكي اوتا دخل مكان كونو ورقلة حرة اوسباكية رقلة حرة اوسباكية ايضا بتنفيذها المتخصص ساردور راشيدو كان في رقلة حرة نفذت بطريقة ممتازة وكانت قريبة في الشوت الاول ملعوبة كانت على الزاوية البعيدة يعني فيه تكتيكات يحاول قاسيمول اللي كان متخصص كلاعب في تزديد الكرات الثابتة ايضا يدرب اللاعبين على استغلال مثل هذه الكرات كرة خطيرة وقريبة واحسن من رقمية بكل تأكيد لو استغلها المنتخب الاوسباكي ليتعادل وكرة تعادل بطريقة لم يتوقاها احد لم يتوقاها احد كرة معادة بالخلف الى اللاعب المندفع شكرة محمد يب شكرا يا شكرة لعب نادي نصاف كما قلنا نصاف يلعب في الدور الاسعوي حاليا والثاني مزموعته كل مرة اخر فوسط ملع هذا الفديل ميروزو موتو او ميزو موتو محاولة من انوي انوي طلح انوي لكن لعب مهاري لعب مهاري جيد انوي شكل خطورة لعب انتراك فرانكفورت وكرة تحولت الى خارج المناب بداية بسвиط وكات حقيقة يعني انه وحتى انهى الشوط الاول ايضا نهاية مقبولة وفي بداية المباراة وكانه اصابه قضى منتخب الياباني وجماهير منتخب الياباني وهو يتفرز على محاولات متكررة لطرق المرمى هذه كرة ترتك شدتها في اللحنة الاخيرة لكن ممكن ممكن يتبع اللعب توراييف وفاول على لطفالة توراييف وهو ينال اول بطاقة صفراء في المباراة لطفالة لطفالة توراييف اول انظار على لاعب لوكوموتيف تشقن ابدا منتخب اوزباكستان اللاعبين اللي ضمهم قاسيموف كما قلت يعني اربع خمس لاعبين يلعبون خارج اوزباكستان والبقية من الاقطاب الاربع نصاب بغتاكور لوكوموتيف وبنيوتكور محاولة يابانيا ايضا اينول الخطير ترتد ترتد ممكن لكن ماذا تفعل كرة بعيدة اعتقد كانت من لاعب البديل ميزوموتو او لا هو اوتا اوتا لاعب نادي افسي توكي ايضا هو بديل هو الاخر كوسوكي اوتا هذه كرة على حدو منطقة جزائي شتتها الدفاع والفاول والفاول يقول الحكم انظر اسماعيلو محمد يير القائد عزيز بيك خيدرو يتقدم عزيز بيك العب كرة امامية يفقد الكرة بسرعة المنتخب الاوسبكي وكرة معادة قصيرة قصيرة لكن تدخل من حارف المرمى قبل وصولها لأوكازاكي الخطير كرة الى خارج المنعب كرة الى خارج المنعب قلنا طبعا بالنسبة للكرة الاوسبكية يعني كانت جزء من الاتحاد السوفيتي قبل ذلك اكثر لعب مثلهم دوليا اسمه تيمور كاباكية اعتزل الان تيمور جيبا روف الكابتن الغائب عن هذه المباراة ايضا وصبر الثاني واوكازاكي هذا تفعل يا اوكازاكي اكيد يعني حب يستدد من بعيد كان بامكانه يطابع طريقه رغم انه فيه اثنين اقرب منه لكن عنده عنده المهارة ليفعل شيئا تلقاها من كاكاوا وارسلها بعيدة فوق العرض اذا كنت اقول انه اكثر لاعب مثلا اوسبكستان دوليا تيمور كاباكزي 119 بعده الكابتن الغائب عن مباراة اليوم سيرفر جيبا روف 107 وبعده ايضا يأتي نسل روف الحارس البعيد عن التشكيلة الاوسبكية لكن دون ان يعتزل دوليا 90 90 مباراة وافضل هداف عندهم ماكسيم شاسكيك شاسكيك هداف دينو اوكييف من قابل عنده 34 هدف قاسيموف المدرب الحالي عنده 31 لكن قاسيموف اعتزل خلال جيبا روف سيرفر جيبا روف هو الاخر الكابتن الغائب عنده 28 هدف دوليا دليل على ثقله وكيانه المهم جدا في الكرة الاوسبكية هذا انزول اسماعيلوف لم يبدل قاسيموف فقدها وتحول الى خارج ملعب بيني الكرة ملعوبة طالت الى خارج ملعب رمي التماس اذا بدلت الرجلين مرة واحدة وهذا هو الرجل الذي صنع لنفسه اسما كلاعب ولكنه بعد ذلك صنع لنفسه اسما كمدرب اسما اكبر لكل تلك هذه كرة عنده اينوي 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 مع محمد ييف اينوي اينوي اوفق التوازنarp اوكا زاكي نعم وكان نتوقعها وكان الهداف الخطير شينجي اوكا زاكي ابعدها الدفاع في المرة الاولى ولكن ابدا وكان اوكا زاكي كان يتوقع انها ستعود له هذه غريزة الهداف الحقيقي هذه غريزة الهداف الذي انقطعت الكرة في المرة الاولى ورغم ذلك يعني بقية يعني متثبتا في مكاني تشبثا في مكاني وطبعا انتظر حتى الكرة حولت له في المرة الثانية لعبها بدون ان يشاركوا احد لتوسع اليابان الفارق اليابان تينين اوزباكستان لاشي هاي في المرة الاولى يحاول يلعبها ترتد ابعادها الكابتن هيدا روب لكن عادت من جديد عادت من جديد اللي عركتها اللاعب البديل اوتا يهيئها الى اللاعب اللي سبح عليها سباحها تينجي اوكازاكي هداف كبير كبير في الكرة اليابانية نعم هذا الرجل اوكازاكي اعتقد مسألة وقت سيصبح ثاني هداف لهم في التاريخ الان الفرق صار عنده 43 هدف دولي الفرق بينه وبين كازم يورا 11 هدف او 12 هدف نصر هدف بينه وبين كازم يورا وممكن يكون احسن هداف في تاريخ اليابان بعض يقول يعني اللاعب عنده 43 واحسن هداف عندهم الآن عنده 80 يعني هل يستطيع اوكازاكي ان يسجل نحو 37 او 38 هدف حتى يصبح الهداف التاريخي للمنتخب الياباني ممكن ممكن خاصة اوكازاكي يعني لاعب ليس متقدم في السن لا لاعب موليد 86 في شهر ابريل المقبل فيحتفل بعيد ميلاده 29 ممكن يعني يعطي خمس سنوات اخرى مع المنتخب الياباني لكن هل يستطيع ان يسجل بها نحو 40 هدفا ليصبح الهداف التاريخي للمنتخب الياباني ممكن لكن صعبا هذا هي الاجابة المثالية ممكن ان يسجل 40 هدفا في خمس سنوات اذا بقي حتى سن الاربعة وثلاثين خمس وثلاثين والله اعلم ماذا يكتب له الله سبحانه وتعالى ماذا يكتب هل سيقدر له ان يستمر هل سيقدر له ان يعتزل الله اعلم لكنه هداف وله ثقله وتمكن الان من تعزيز الفارق كرة ابعدة في المرة الاولى هيداروف الكابتن ولكن عادت من جديد اوتا كوسوكي اوك طبعا عاد توزيعها وحولها بطريقة رائعة اوكازاكي في المرة الاولى ان قطعت الكرة لم يتراجع قال ممكن ترجع وعادت له مثالية وسبح عليها اسباحة بالرأس وشد الهدف بالفعل يؤكد قيمته الكبيرة كهدف لعب ميند الالماني ترتد الكرة المنتخب الياباني وكانوا يريد ان يضيف المزيد وقد يضيف وقد يضيف وقد يضيف عند اوكازاكي اوكازاكي لحق في الكرة يقطع الدفاع منتخب اوزباكستان حاول ان يدخل في جو المباراة من جديد اتسع الفارق ويعني حتى في لحظات قد ممكن المنتخب الاوزباكي يصل للتعادل لكن تميز الهجوم من المنتخب الياباني عاد مرة اخرى وفرض نفسه وتوسع الفارق شنجي اوكازاكي صاحب عشرة اهداف مع ميند الالماني هذا الموسم في البوندستيغا يضيف هدفا ثانيا وقد يضيف ثالثا بينما الفول وربما البطاقة لا فقط الفول فقط الفول يقول حكم المباراة بيلوفسكي الان حيبدل مرتين قاسيموف قاسيموف حيبدل مرتين اثنين وعشرين فاروق سايبييف وطمنتاش اللي هو ساردور ميرزايف ساردور ميرزايف طمنتاش فاروق سايبييف رقم اثنين وعشرين من يغادر يغادر اللاعب رقم سبانتاش واللاعب رقم اربعة سبانتاش تانجاكتور سونول ورقم اربعة ميرزياكوب ايضا هو الاخر ازرى تبينين دفعة واحدة ميرجرال قاسيموف مدرب المنتخب الاوزباكستاني بينما سيغد بتبديل ثالث مدرب المنتخب الياباني وقرأ سلام الفوض مرفوع لكن غير مستغلة ابدا ابدا تحولت الى خارج الملع اذا نجهز ورقة اخرى المدرب جد الاتفاق على طبعا اكثر من ثلاث تبديلات اوزامي اوزامي رقم ثلاثين حينضب التشكيلة اليابانية اوزامي طالح تماما المدرب يفتع باسماء ائتيازية واسماء جديدة ساكاشي اوزامي هذا من الاسماء الجديدة لعب جنب اوساكا يلعب مباراة الدولية الثانية ساكاشي اوساكا لكن هل سيبقى اوكازاكي هل سيبقى هوندا هل ستبقى هذه القوة ضاربة اليابانية يتشكل خطورة الفتخب الياباني قوة الهجومية ضاربة ضاربة بكل تأكيد ضاربة حتى على مستوى اوروبا هوندا في الميلان اوكازاكي في مين اينوي في انترانس وحتى كاجاوا في بروسيا دورتمون يمكن اعتباره من الاعمدة الهجومية بدل تزليدين المترب قاسيموف بالنسبة للمنتخب الارباكستاني كيف سيكون تأثير ذلك داكاي على جيت همي العبا اماميها هوندا ترتد لكن يستردها من جديد منتخب الياباني كعود دورايين امامي الكرة مقطوع تتحول من جديد في وصلة ملعب هجمة 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 يابانية هجمة يابانية هجمة تضيف المزيد والمحاولة اختلاق منهم خمامية لعب لك اياها يا كاجاوا بطريقة ممتازة يا هوندا لكن هوندا اللي كان بطريق حتى رد الفعل المتأخر من هوندا ضايق مدربه لانه بادل فيها مجهود كبير الكرة الاخيرة كان ممكن تؤدي الى انفراد كامل واحد وستين دقيقة اثنين صفر لليابان تلعب مباراة كبيرة اليابان بعد اثنين صفر على تونس هي تقدم ايضا اثنين صفر على عزباكتان واعتقد اعتقد يعني هي مسألة يوم يومين يصدر تصنيف فيفا وسنشاهد تقدم كبير بالنسبة للمنتخب اليابان بمباراتين دوليتين اكيد حيحضب الضبط ومهم جدا للتصنيف عند القرعة الاستوية والان سيكون تبديل من يغادر اينوي اينوي الذي ازعجت لفعل اصبكي كثيرا تاكاشي اينوي والبديل تاكاشي ايضا ولكن اوثام تاكاشي مكان تاكاشي ولكن اينوي يغادر ويشرك مكانه اوثامي رقم ثلاثة ثلاثة تبديلات ازراعهم المدرد علي الهوجيج اذا اللاعب جامبا اوساكا هذا البديل السابق جامبا اوساكا بطل اخر دولي ياباني وحقيقة هو الفريق اللي يشارك في دولة ابطال اسيا وسبق له التتويج ويعني لكن نتائجه صادق يعني اعتبرت صدمة لان الفريق يعني لا يحق شيء ويتوقع يتوقع ان يغادر من الدور الاول ابدا دور المجموعات ليس مرشح للتأهل حتى الكرة اليابانية من سنوات طويلة لم تتوج باللقب الاسيوي امامي الكرة عجبا الانتخب الياباني هوندا يقودها يرعب على الجيش يصار حلو 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 وهذا اللاعب جد خلتها وحساني الله يا عزمنا الرائع يا وحتى هو ايضا سعيد بما قام به سعيد بما قام به لعلها الى اوكازاكي واوكازاكي لو غير سيرها في الشباك لكان هدفا من الاهداف اللي ممكن اسميها اهداف تاريخية من حلاوتها يعني في اهداف تاريخية بقيمتها واهداف تاريخية ايضا بحلاوتها ياه ياه لو وصلت اليها يا اوكازاكي لو وصلت اليها يا جينجي اوكازاكي يعني معروف تماما وكان الاثنين من تفقين على هذه اللوعبة وحتى اوزامي يضحك على انه طبعا قدد دوره المطلوب منه بهذه الكرة الاخيرة وتعيد بالتمرير كل جميله 19 دقيقة 2-0 لليابان هذا أوساكي أو أوسامي أفون 30 لاعب استدعاهم لمدرب للقاء تونس وهم ثم لقاء أوزباكسا المدرب جديد يريد أن يتعرف على اللاعبين بشكل أكبر ولكن بداية جيدة حتى الآن وكرة داخل منطقة الثاني وبعدين وبعدين لماذا خلاص خلاص كانت داخل منطقة السكة اللاعب اللي دخل كبديل هذا طلع ميرزايف اللي تباصى فيها ميرزايف نعم تاردور ميرزايف كانت عنده الفرصة يلعب كرة عرضية مؤثرة وقطيرة ولكن احتفاظه بالكرة أبطل الهجم تحاوله أسباكية لتخليص الفارق وتزديدة منزاوية ضيقة تزديدة عن طريق من؟ عن طريق اللاعب رقم عشرة راشي دوب أيضا تاردور راشي دوب لاعب بنيوت كور قلت المنتخب الأوزباكي اللي حاضر اللي يلعب هذه المباراة ما فيش حلول يعني أخرى أبدا لسبة للحلول المحلية إما أن تكون لاعب نصف إما لاعب بنيوت كور إما لاعب بختا كور وإما لاعب لوكومتي في لاعب طبعا اللي هو اللاعب صاحب الهدف في مرمى كوريا الجنوبية لكنه لا يشارك هذا اليوم يلعب لنادي مشع المباراة وبمناسبة نادي مشع المباراة هو طبعا أحد لندية نسبة للشركة النفطية التي تموله يحمل هذا الاسم وهو النادي طبعا اللي اختتم به حياته حياته الكروية طبعا مير جلال قاسيموف قاسيموف فترة طويلة لعب مع بختا كور ولكن آخر سنة له كلاعب لعب مع نادي مشع طويلة الكرة مخطوعة نحاول منتخب الاوزباكس ثاني منتخب الاوزباكس ثاني لان رامج يثقل هجوميا وكرة عرضية خطيرة مسافة قريبة المسافة قريبة داخل منتخة الستة ولكنها طبيعة لكن حقيقة عندما نشاهد نسبة عيازة الكرة في الشوط الثاني المنتخب الاوزباكس ثاني حاج على الكرة بنسبة اكبر وبفاعلة حتى سيجهز البديل الرابع لان عملية مفتوحة شيبازاكي شيبازاكي رقم سبعة شيبازاكي لاعب نادي كشيما انتلرز ايضا من اللاعبين موليد 92 يعني يدفع بعناصر موليد 90 موليد 91 موليد 92 يبحث عن الجيل الجديد لان اليابان طبعا عندها على استحقاق الهام جدا في العام طبعا تصفيات كأس العالم فقد اتلقبها الاسيوي ولكنها لم تفقد بريقها بكل تأكيد وركنية من جديد ركنية الانتخب الياباني عالية هوندا يصلح على المربع حلوة هوندا حلوة بذكاء كبير لكن كان هناك من يقوم بالترطية كرة الهدف الثالث ابعدها الدفاع الاسباكي لترتاد وتبدأ مرتدة ممكن مرتدة ممكن للمنتخب الاسباكي الثاني شيبازاكي اذا جاكو شيبازاكي المباراة الدولية الشابعة لهذا الفتى الياباني شيبازاكي مكان من سيغادر اللاعب رقم عشر كاكاوا جنجي كاكاوا ها هو واجه مألوف ويكفي حقيقة لنقول ان قيمة كبيرة في الكرة اليابانية يحمل الرقم عشر وكل يعرف قيمة هذا الرقم الرقم الاساطير شيبازاكي مكان كاكاوا بذير رابع في تشكيلة هليلي هوجيت اذا كما قلنا شيبازاكي لاعب كاشيما انتلر وكاشيما انتلر النادي الذي حاضيه بجماهيرية كبيرة لانه هو اكثر لا يتألق في بداية الجيليج الجيليج عقوا لانه في بداياته حتى هو لاعب مع زيكو الاسطورة البراجلية قبل ان يعتزل وبعد ان اعتزل طبعا بعد ان اعتزل اصبح يدربه ديكو كرة على اليمين في مكان ممتاز يحاول فيها كرة عرضية لكن يتدخل دفاع الياباني يبعدها شوجي تعود على جيس يصار عنده لاعب رقم سبع شيبازاكي اول كرة يلمسها هذه كرة داخل منطقة الجزاء يحاول والثالث والثالث الثالث يحاول فيها من؟ ايضا هذا اللاعب اللي دخل كبديل اوزاني ساكاشي اوزاني داخل عام الشغل صيب حتى الان هذا اللاعب ترتدي الكرة داخل منطقة الجزاء هو اوكازاكي يحاول لكن الحارس يتدخل وكان اوزا اوكازاكي صاحب الهدف الثاني تعرض لاصابة لكن لا تبدو اصابة صيبة لا تبدو اصابة صيبة بإمكانكم مال مباراة 20 دقيقة متبخية على نهاية الوقت الاصلي اليابان تتخدم بهدفين اليابان في هدفها التي تحفظن تصنيف هدفه ترتدي الكرة امامية ملعوبة اقطع دفاع هذه الكرة امامية خطيرة الله على هوندا هوندا لعبها بطريقة حلوة للعب شيبازاكي وشيبازاكي يواجه الحارس ولكن ايضا طالت منه طوصل للدفاع الاوزباكستاني طالما هوندا موجود على ارض الملعب هو واوكا زاكي فالخطورة اليابانية كبيرة جدا نعم لانه لعبان مختلفان حقيقيان مختلفان يحملان يعني صلة المحترف الحقيقي اللي تألق ونجح في تجربه الخارجية هادي كرة امامية نحاول فيها لعب الاوزباكي ولكن تقصية مثالية خطاها المدافع بيزو موتو ترتدي الكرة من جديد اوكا زاكي وفول صالح اوزا اوكا زاكي بينما سيبدل من سيبدل هل هو التددي الخامس لليابان نعم وكذلك هو كذلك سيغادر كويسوكي هوندا كابتن يابان في هذا اللقاء كويسوكي هوندا ينتهي من هذا المباراة ينتهي الاسبوع الدولي بالنسبة له يعود بعدها ليعيش المعاناة الايطالية مع الميلا وكويا اوزاكو كويا اوزاكو اللاعب المديل هذا يلعب لنادي افسي كين ايضا واحد من المحترفي البوندس ليجا اوزاكو ينضم للتشكيلة ها هو اوزاكو موليد التسعين سربتعشر مباراة دولية خمسة تبديلات بدل خمسة تبديلات هذا ربوز بكتان بدل حتى الان حضر التبديلين دفعة واحدة حيبدل مرة اخرى واضح تماما اللاعب اكمل شرق ميدوف اكمل شرق ميدوف رقم تنين يستعد الاندمام الى زملاء هذي كرة في الوسط للمنتخب الاوزباكستان حيدارول راشيدوف اماميا وطالت مثلما طالت غيرها الكثير من الفرص الاوزباكية في الشوت الثاني فرص او هي كثير من المحاولات وليس الفرص وشتان بين الاثنين المحاولة والفرصة ومن سيغادر الله عن محمد ييز شكرات محمد ييز ومير جلال قاسيموف بماذا يفكر هذا تبدير الثالث هذا اليوم اكمل شرق ميدوف ايضا من اللاعبين الذين يلعبون لنادي بونيوت كور لعب بوجيت كور يشترك مكان لعب نصف وبكور يتدخل الحارس اللي لعب المباراة كلها اكبار تورايب الاقاع اصبح اكثر هدوءا نعم يمكن العملية بحاجة الى هدف اخر والمنتخب الاوزباكستاني يسجل هدف حتى وان كانت مباراة دولية والدية لكن المباراة ستكون اصبح اتخب الياباني تجل هدفين نتيجة تسعده تسعد الجماهير ايضا ويمكن هنا المدرب يطلب من اللاعبين ايضا يعني يتراجعوا دفاعيا ولكن يعتمدو على هجمات مرتدة اعطي الفرصة للعديد من اسماء اخرج هوندا رغم ان هوندا من اللاعبين الممتازين جدا في عملية قيادة الهجمات المرتدة لكن لا بأس ان يجرب اسماء اخرى الان في المقدمة اللاعب رقم سبعة شيبازاكي مع اوكا زاك خمس تبديلات اجلها هاليل هوجيج بالشوط الثاني تحاول من جديد فرصة فرصة مبسا من اجل الهدف وكاد ان يت الهدف يا القدم اليسرى ممتاز هذا اللاعب ممتاز تاردور رشيدور قدم يسرى قوية جدا صلحها واطلقها لو في المرمى هدف لو في المرمى هدف من احسن تزديدات المباراة ليس فقط من احسن تزديدات المنتقبل الاوزباك الثاني ها هي كيف صلحها لها بالتصريح الى الهدف الاول هدف الاول هدف جميل عن طريق اللعب اوياما في الشوط الاول وهدف رأسي جميل ايضا عن طريق اوكا زاكي بالشوط الثاني مع رد الفعل من المدرد يشعر بسعادة لكل تأكيد اعتقد ان الاجواء مريحة اتذكر زاكيروني عندما بدأ مع المنتقب الياباني ايضا كانت الاجواء مريحة لكن عندما ترازعت النتائج حتى الاعلام الياباني اعلام معروف عنه انه قوي ومؤثر على طعيد البلد اثروا على زاكيروني وبعد المنديال النتائج لم تكن كما يجب غادر غادر زاكيروني وجاء اقيل اليابان تأهلت الى نهايات كأس العالم في البرارديل بالمرة الخامسة على التوالي ولم تفعلها قبل ذلك تبديل رابع في المنتقب الاسبكي رقم 11 مكان رقم 6 باخو دير ناسيموفيو غادر رقم 6 واللاعب رقم 11 اللاعب شيخ زوديك نورماتوب شيخ زوديك نورماتوب نورماتوب هذا لاعب نادي ميتالورز ايضا من الاندي القليلة اللي عادة لا تكون منافسة في اوسبكس هذي كرة امامية اوكازاكي اوكازاكي يا سلام على اوكازاكي وهاجم بعب الرأس كما يقولون نعم امكانيات كبيرة وتزديدة اول كرة عرضية بعد الدفاع وتابعها المتقدم هذا اللاعب رقم 25 ميزوموتو الى خارج ملعب كرة الى خارج ملعب من ميزوموتو ايروكي ملعب نادي سامفريد فورشيما مرأة كرة في الوسط طويلة ملعوبة امتخب اوزباكستان تسجيل ولا هدف التواجد في المباراة سنحط له فرص حقيقة يعني ليست فرص خطيرة خطيرة لكن هو تميز بتزديده البعيد تزديده الاخيرة كانت من رشيدوف كانت تزديده رائع ومركزة ولاحظوا الفارق في حيازة الكرة 66% مقابل 34% العملية ضعف ابدا يعني لمس الكرة ضعف عن المنتخب الياباني في الشوط الثاني ولكن المنتخب الياباني هو الذي سجل في الشوط الثاني هو الذي وسعى الفارق والعبرة بالنتيجة بكل تاكيد فور على ميزيموتو بصالح اللاعب البديل رقم 2 بالفريق الاوزباكي شرق ميدوف اذا الركلة حرة اليابان بدلت خمس مرات اوزباكستان بدلت أربع مرات في هذه المباراة في الشوط الثاني واليابان تتقدم بهدفين بينما رشيدوف وهيدروف يتناقشان رشيدوف يتعلم من مدرسة مدرب وقلنا كان لاعب ممتاز من أحسن اللاعبين بالقرات السابقة لكن تزيدها لم تكن مركزة ترتاج والمرمى خالي المرمى خالي وهدف هل يكون تاريخي 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 يا 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 3-0 3-0 لكن لماذا نحتسب الهدف لماذا نحتسب الهدف الكرة المرتدة اللي كانت على أصولها وحارس المرمى حارس المرمى تاريخي يغادر منطقة جزاؤه ولكن أعتقد أعتقد أن الهدف سيحتسب لي هو وضع اللمسة الأخيرة هو الذي وضع اللمسة الأخيرة هو الذي أسكنه الشباس هو الذي يوسع الفارق ولكن من منتظر في الملعب شيبازاكي شيبازاكي ماذا فعلت ماذا فعلت يا شيبازاكي الفتى صغير ملعب كاشي مع ترضاير شبازاكي لامح لامح اوكازاكي ولامح الحارس ويلعب في المرمى قاله أي دقة اي دقة اي دقة ولكن ارادها هل لمسها اوكازاكي حقيقة انا لست متأكد اوكازاكي لمس الكرة ام لم يلمسها هل الهدف يحتسب لشيبازاكي 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 اذا هدف من منتظف الملعب لشيبازاكي اذا هذا هدف من الاهداف البعيدة التاريخية التي لا نشاهدها الا في مناسبات قليلة جدا جدا وفي شباك الحارس غير الموفق هذا اليوم اكبار توراييف 3-0 لليابان هدف للتاريخ شيبازاكي نعم صاحب الهدف الثالث يسجل مقرش المباراة يؤكد انه شيبازاكي واكيد عندما عيدت وشاهدنا ان اوكازاكي داخل على اللقطة وحتى يمكن اوكازاكي دخل يعني هوش هوش مع اللاعب اللي عائد للضغطية توراييف لا توراييف لمسها ولا اوكازاكي حقيقة ولا لمسها ولكن اراد ان يضمنها اراد ان يضمنها في شباك الحارس الاوزبكي عدفا ثالثا وتاريخيا كبيراية ما هذه الدقة ما هذا الهدف الذي لا نشاهده الا في المناسبات القليلة بالفعل 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 من اجمل ما رأيته انا شخصيا من شي بازاكي من شي بازاكي هدف حلو حلاوة تلقيدة جميلة جمال وقراء والهدف لي اوزباكستان هدف لي اوزباكستان هدف يقلص الفارق هدف عن طريق اللاعب رقم 20 اسلام تخت خييف اسلام تخت خييف نعم اسلام تخت خييف من رقنية تربك اتفاع الياباني وتدخل شباك الحارس كاوة شيمة لتقلص الفارق اليابان ثلاثة اوزباكستان واحد اليابان ثلاثة اوزباكستان واحد الفرحة بالهدف الثالث اكيد لازالت موجودة ولكن ايضا رغم ذلك حتى فهد هل العجيش سيبدو سعيدا بهذا الهدف وبعد الهدف سيغادر كاوة زاكي يغادر افوا اوكا زاكي اوكا زاكي يشارك مكان اللاعب كينغو كاوة ماتا كينغو كاوة ماتا رقم 20 لاعب نادي ناكويا جرامبوس ايضا من الانديا الياباني الكبيرة ناكويا جرامبوس دربه يوما ما ارتم فينجر الانجليزي قبل ان يتحول الى تدريب الكانرد دربه او لعبه في صفوفه ايضا جاري لينيكر الهدف الانجليزي التاريخي اذا تبديل ثالث تبديل ثالث للمنتخب الياباني شنجي اوكا زاكي فعلى ما عليه ساهم كثيرا بالهدف الثالث في غادر الملعب اللاعب اوكا زاكي ويشارك مكانه اللاعب ابتور او الهدف الرابع ماذا تفعل ايها البديل ماذا تفعل هذا اللاعب الرقم 30 تاكاشي اوساك تاكاشي اوسامي هو الاخر اضاف اسمه الى قائمة الهدفين اربع واحد اربع واحد مباراة صارت اوفن مباراة صارت مفتوحة مباراة ما صارت فيها تركيز دفاعي ابدا 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 لا هنا ولا هناك تاكاشي اوسامي تاكاشي اوسامي يعني مباراة تاريخية لا ولا اخر لماذا لانه يسجل اول هدف لانه يسجل اول هدف دولي باسمه تاكاشي اوسامي تاكاشي اوسامي يزعلها اربع اذا واحد صفر من اوياما اثنين صفر من اوكا زاكي ثلاثة صفر من اللاعب اللي سجل الهدف غير العادي هذا اليوم شيبازاكي وبعد ذلك ثلاثة واحد عن طريق تختة خييف والان اربع واحد اربع واحد عن طريق اللاعب البديل تاكاشي اوزا جميلة المباراة جميلة بكل تأكيد المنتخب الياباني بالفعل مع هاليل هوجيتش نتوقع له ان يعود لبريقه ان يتحسن تصنيفه اليابان يوما ما كان تصنيفها العالمي تاسع ولكن فترة المدرب بريق روزيا ومن يغادر لطفالة تا لايب ويشترك اللاعب رقم ثلاثة هذا تبديل خامس لمنتخب الاوزباكستاني مولا ديانوب يشترك مكان تا لايب مباريات الدولية الوزدية حقيقة اللي كثرت التبديلات احيانا يعني يصبح اللاعبي منتخب اليابان لعب اليوم لعب اليوم بعد عشر اساسيين ولعبت ايضا ستة بودلاء سبعتاشر لاعب منتخب اوزباكستان لاعب ايضا بستاشر لاعب احتاشر اساسي وخمسة بودلاء يعني المباراة شاهدنا فيها حتى الان ثلاثة وتلاثين لاعب سرما هي العملية فيها عملية التبديل مفتوحة لا بات باجراء هذه التبديلات الغلط منها بكل تأكيد فني بحث من كلا المدربين ومنتخب اليابان يعني هدف ثالث وهدف رابع عن طريق بديلين يعني الاهداف اللي شاهدناها هذا اليوم اهداف كبيرة اهداف ممتعة وفي لاعبين تبكروا من تحقيق اول هدف دولي قاوياما صاحب الهدف الاول رقم 24 رقم 28 واللاعب اللي يسجل ايضا اول هدف دولي له قبل قليل ساكاشي اوزان عندما تسجل اول هدف لبلدك ادب تأكيد شعور رائع شعور رائع لا يعرفه الا طبعا كل من جربه لا يعرفه الا كل من جربه قرص الوسط هيدرو تقيل النتيجة على منتخب ازباكستان الذي برأيه يعني لم يلعب مباراة سيئة ولكن دفاعيا دفاعيا كانت عنده مشاكل مير جلال قاسيموف اعتقد يعني يبحث عن تشكيل افضل وانتخذ كرة الاسباكية ايضا بها اسماء تعتمد على اربعة انبياء قوية قاعدتها كبيرة لكن منتخب ازباكستان الذي يحاول مرارا وتكرارا لتأهل الى بطلات كبيرة لا ينجح في نهاية المطاف عكس اليابان اليابان عنده بروزية اولمبياد 68 عنده بطولة امم اسيا اربع مرات تخيلوا اليابان تمن مرات شاركت في نهايات امم اسيا اربع مرات هي البطلة جاز كبير جاز كبير ويؤكد طبعا علو كعب اليابانيين كانت بطلة 92 كانت بطلة ايضا 2000 كانت بطلة 2011 وكانت بطلة 2004 امامي الكراء اليابان راغبة بالهدف الخامس ترى عنده الحارب 20 صحيح المنتقى بلوزباكس تانى بالشوط الثانى امتلك الكرة اكثر امتلي قدرت بطلة يواجه الدياني نظره الامريكي اعتقد مثال ليلة سعيدة عند الكرة اليابانية عموما والفريق يستعد لتشجيل الانتصار الثاني في عهد مدربه البوزني وقد يأتي الخامس وقد يأتي الخامس لكن حارس المرمى حارس المرمى تمكن من اقتصاده بكرة اكبر كرة ايف اذا ان هو الانتصار الثاني على التوالي على ما يبدو سيكون المدرب فهي حالي الهوجيتش هذه محاولة محاولة وكاد ان يكون خامس طلحة من؟ طلحة صاحب الهدف الرابع او تم؟ اذا اعزم جديد مرة اخرى اهلا بكم وهدف خامس ياباني هدف خامس ياباني نعم الصورة تعود مع هدف خامس هدف خامس للمنتخب الياباني يعني شي جميل على اقل نحن محظوظون ان الصورة عادت يعني الصورة من تكون مطوعة لحظة تسجيل هذا الهدف الذي استجله اللاعب رقم عشرين اللاعب رقم عشرين بالمنتخب الياباني اللاعب شنجو كاواماتا كاواماتا اذا يجعل النتيجة خمسة واحد انهيار كبير بالفريق الاوزباكستاني في اللحظات الاخيرة لاحظوا الهدف الاخير الهدف الاخير وكيف سجل والفشل التام في ابعاد الكرة من الدفاع الاوزباكستاني انهار تماما كاواماتا نعم كاواماتا هو الاخر يعني اول هدف دولي اذا شي رائع خمسة اهداف يابانية منها ثلاثة اهداف للاعبين يستجلوا اهداف دولية لاول مرة لبلدهم اوياما رقم ثمانية عشرين اوزامي رقم ثلاثين وكاواماتا رقم عشرين شبازاكي لا شبازاكي صاحب الهدف البعيد من مسافة بعيدة سجل الهدف الدولي الثالث ولاحظوا هذا الهدف ماذا تفعل هنا اللاعب رقم 18 اللي يخطئ تماما اللاعب مرتاير دخل كبديل واعتقد نتيجة ثقيلة ثقيلة على منتخب اوزباكستان لكن ايضا تؤكد ان المتخب الياباني عائد ليكون قوة اسلوية ضاربة بعد اخفاقي في امم اسيا الاخيرة وارتر فانل وبعدها غادر وغادر معهم مدربه المكسيكي الصابق اجيري خمسة واحد اليابان تحاول تقريص الفارق ولكن هيهات هيهات المتخب الياباني كل هجم مرتدة خطيرة دبحوهم بالمرتدات دبحوهم دبحوهم ابدا وممكن ممكن كرة اخرى ممكن المناولة طويلة عادة من جديد المنتخب الاوزباكستاني الوقت المضاف محاولات تقليل وطأة الخسارة خسارة سقيلة محاولة اختراق من راشيدوف مولا ديانوف يلعب ترتد وطافرة النهاية تنطلق من الحكم الاسترالي ديلولشكي كان مهرجانا رائعا من نجوم الساموراي الازلط نعم منتخب اليابان قدم عرضا كبيرا ورائعا واسبت انه قادم لمرحلة هامة جدا بقيالة مدربه البوزني فاهيد هالو بيجيتش المدرب البوزني الذي تولى تدريبهم من اقل من شهر من سبعة ثلاثة اصبح رسميا هو المدرب وثاني مباراة يقودهم قادم للفوز على تونس اثنين صبر يقودهم هذا اليوم للفوز على اوزباكستان خمسة واحد بالتأكيد نتيجة كبيرة اوياما يسجل الاول هدف دولي له رقم ثمانية وعشرين في الشوط الاول اوكازاكي الهدف يجعلها ثلاثة صبر بالشوط الثاني شيبازاكي يجعلها ثلاثة صبر بازمل الهدف من مسافة بعيدة ثم يجعلها ثلاثة واحد يقلط الفارق واوزامي يسجل الهدف الرابع بهدف الدولي الاول وكواماتا اللاعب الذي دخل كبديل ايضا سجل الهدف الخامس ثلاثة مدلاء سجلوا هذا اليوم وتأخيلات كانت رائعة ونتيجة رائعة وليلة ايضا كروية رائعة استنتعنا باداء المتخب الياباني وباهدافه ومتخب اوزباكستان خسر خمسة واحد ولكن ليس كل ما قدمه سيئا في هذه المباراة شكرا لكم في اللقاءات الرياضية القادمة الى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اينما كنت وفي اي وقت تحب بين سبورتز تبعد عنكم ضغطة زر اذا كنتم ترغبون في متابعة اخر الاخبار ومتابعة النتائج والاحصائيات اولا باول ما عليكم سوى تحميل التطبيق مجانا يوفر التطبيق تغطية مباشرة لجميع الاحداث الرياضية والمنافسات بالاضافة الى اخر الاخبار والنتائج والاحصائيات والمقابلات الحصرية لنجوم الرياضة في العالم كما يمكنكم من خلاله الاشتراك في خدمة بين سبورتز كونكت والتي يمكنكم من خلالها الاستمتاع بالبات الحي لجميع الدوريات والمنافسات مباشرة وحصريا عبر قنواتنا العالية الجودة يتوافق التطبيق مع جميع الاجهزة اللوحية والهوادف الذكية التي تعمل على نظمي اي او اس واندرويد لتحميل التطبيق ما عليكم سوى الدخول لمتجر اي تيونز او متجر جوجل بلاي والبحث عن كلمة بين سبورتز يتوافر التطبيق يتوافر التطبيق في متاجر دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا فقط موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة